السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين علبة الدخان وفتنة الدجال تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم سأل شاب شيخا رجلا صالحا فقال له أيها الشيخ إذا كان المسيح الدجال مكتوبا على جبينه كلمة كافر فلا أعتقد أن يتبعه أحد من البشر فقال له الشيخ بل سيتبعه كثير من الناس على الرغم من ذلك ثم قال له الشيخ ألا تعلم يا بني أن علبة الدخان مكتوب عليها الدخان قاتل ومع ذلك فالملايين من البشر يدمنون الدخان فالعبرة بالبصيرة وليست بالبصر فقد قال جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نعمة البصر والبصيرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته